قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء إلى النهاية قال تعالى والأنعام خلقها الآن لو سألنا الآن ما هي الأنعام ما هي الأنعام ستقول الأنعام يا شيخ الإبل البقرة الجمل الخيل البغال علم لكن الله عزيزي قال وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنَافِعٍ وَمِنْهَا تَعْكُلُونَ فَدَلَّ عَلَيْهَا الْأَقْلَ أنها تؤكل فأنت بهذا المضمار أخرجت العزكم الله البغالة والحمير من بقي معنا في المضمار الغنم واضح والبقر والإبل والخيل لأن الحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محر خيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه مؤكله الصحابة فدخل في هذا المضمار في الأنعام الخيل فأصبح إن والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون قالوا فقط أريد أن يعني ما زال في جعبة كلام لكن خطوة خطوة قالوا دخل الإبل والبقر والغنم والخيل خرج الخيل خرج الخيل لماذا بعدها بآيتين قال تعالى والخيل والبغالة والحميرة لتركبها فلما ذكر الخيل خرج من نطاق الأنعام التي فيها دفء ومنافع منها تأكلون واضح لهذا الأنعام هي التي تتقرب بها إلى الله بثلاثة أمور احفظ الأنعام هي التي تتقرب بها إلى الله بنحرية بثلاثة أمور عقيقة هدي أضحية أعيد عقيقة هدي أضحية أنعام إبل بقر غنم